طبعا مدن الجيل الرابع هي واحدة من أهم المشروعات القومية التي تستهدف توسيع النطاق العمراني وتحقيق جودة حياة للمصريين في نفس الوقت جذب الاستثمارات لهذه المناطق التي تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية وطبعا أبرز هذه المدن هي العاصمة الإدارية أكبر مدينة زكية في الشرق الأوسط بجانب 14 مدينة أخرى تفاصيل أخرى هنتبعها من سياق هذا التقرير مدن الجيل الرابع التي بدأت الدولة في تنفيذها منذ عدة سنوات كانت بمثابة الأمل الحقيقي للحكومة في جذب استثمارات أجنبية حقيقية وتغيير الخريطة العمرانية لمصر بالإضافة إلى أنها تمثل نقطة محورية في استراتيجية مصر لتوسيع النطاق العمراني وحل مشكلة التكدس العمراني البداية مع تنفيذ أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط وهي العاصمة الإدارية ومن بعدها مدينة العالمين الجديدة ثم تأتي بقية المدن التي تضمنتها المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع وهي 14 مدينة جديدة هذه المدن أصبحت الداعمة الحقيقية للاقتصاد المصري بعدما استطاعت جذب أنظار العالم لمصر والفرص الاستثمارية بها وجذبت استثمارات أجنبية حقيقية ساهمت في دعم اقتصادي مصر ومن بين المدن التي تضمنتها المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع مدينة العالمين الجديدة مدينة المنصورة الجديدة شرق بورسعيد مدينة الجلالة الإسماعيلية الجديدة امتداد مدينة الشيخ زايد مدينة ناصر غرب أسيوت غرب قنة تشكا الجديدة حدائق أكتوبر مدينة شرق ملاوي والفشن الجديدة وتعمل هذه المدن على توزيع زيادة السكانية الكبيرة ومضاعفة المعمور المصري بدلاً من التكدس الكبير على الوادي والدلتا إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بحيث تصبح هذه المدن مركزاً لريادة المال والأعمال على المستويين العالمي والإقليمي اشتركوا في القناة